اشتركوا في القناة وعدو الحياة على يد عيسى عليه الصلاة والسلام آية أهل عمران وآية المائدة فهل يوجد في التراث العالمي مثل هذه الإشارات إلى هذه الحالة سيمة وأنها حالة إنسانية يعني سنكون أمام ورطة حقيقية أنخلى منها التراثات العالمية وطبعا واضح أن الجواب سيكون يعني لجهة الإيجاب أكيد موجود في التراثات العالمية أدبيات كثيرة تؤكد على هذه الظاهرة هذه الظاهرة ليست بنت العلم العلم خدمها طبعا وركز عليها ووضعها في الواجهة الآن وهذا من فضل الله عز وجل ومن باركات العلم لكن كظاهرة إنسانية لا تزال تحدث عبر القرون العجيب في التراث الأغريقي أن الفلسوف الكبير أفلاطون وكما أشرت في الخطبة أفلاطون متميز عن أرسطو طبعا في البداية يعني الدوائر المسيحية كانت منحزة إلى الأفلاطونية وليس إلى الأرسطية وهذا معقول منطقي جدا في نهاية المطاف أرسطو في الأسوف طبيعي وأقرب إلى المنطق المادي أرسطو لم يكن يؤمن بتجرد النفس مع أن الفلسفة الإسلامية الكبار أتباع أرسطو وخاصة ابن سينة ومن تلا يؤمنون بتجرد النفس وأقاموا البراهين ابن سينة ذكر خمسة أو ستة براهين على ذلك منها برهان الرجل الطائر لكن أرسطو كان يقول لا كان يرى أن النفس صورة من صور وهي أحد الجواهر طبعا نفس جواهر صورة من صور المادة تفنى بفناء المادة وهذا واضح أنه يخدم المنطق المادة اليوم الإختزالي أفلا طول لا أستاذ طبعا أستاذ أرسطو كان يرى أن النفس أو الروح جواهر مختلف تماما عن جواهر البذن وصف في أكثر من كتاب له في المحاورات طبعا بالذات وصف الموت وحاولا يتحدث عن طبيعة الموت أو عن ما هي الموت وصفه بهذه العبارة بالذات أن الموت عبارة عن انفصال الجزء غير البدني الجزء غير البدني من الجزء البدني إذن هو يرى أن الإنسان مجموع جزعين جزء بدني وجزء لا بدني ما هو هذا؟ الروح هو سماها النفس سماها الروح سماها العقل الأغارقة تنفصل وتحدث أنها حين تنفصل تعود إلى العالم إلى الآخر العالم النوراني وهناك تستعيذ المعرفة الكاملة أنتم عارفين نظرية أفلاطون في المعرفة على أنها استذكار وهي نفس نظرية سوكرتيز أو سقراط أستاذه سقراط كان يرى أن المعرفة استذكار وكان آليته في استخراج المعارف من عند البشر هي ماذا؟ المحاورة النقاش الجدل العلمي والمنطقي المستمر لأن المعرفة موجودة ووجودة فيك أفلاطون كان محدداً أكثر من أستاذي سوكراط وكان يقول الروح أو النفس حين تأتي تأتي عالمة بكل شيء جاءت من عالم الحق من عالم بالحق محيطة بكل شيء عارفة بكل شيء دارية بكل شيء وحين تدخل البدن يحدث لها ما يشبه الصدمة شيء غريب على فكرة هذا الآن؟ يعني قبل ذلك نظر إليه بعض الفلسفة فهوكيين بنوع من السخرية بنوع من الاستخفاف الآن في ضوء تجارب الاندئي يعاد إليه الاعتبار مجدداً ولو جزئياً ولو جزئياً وسوف نرى كان حين تحدث لها هذه الصدمة تنسى ما قد علمت وعرفت وتبدأ تبذل جهوداً مجددة في المعرفة عشان ليه تقدر أي تعرف وكان عنده من بين براهينه أنه لولا أن الروح الإنسانية عارف أصلاً لقتضى الأمر أزماناً أطول بكثير مما هو أي حاصل في تعليم الأطفال الصغار ما يتعلمونه ويتلقفونه بسهولة وبيسر قال بسبب ماذا؟ بسبب أن الروح في جوهرها عالمة بهذه الأشياء تريد فقط من يحفزها من يحثها من يذكرها نظرية الاستذكار في المعرفة في الإبستيمولوجيا على كل حال فأفلاطون موقفه هنا قريب جداً من موقف الروحي من موقف التوحيدي الدياني الذي يتحدث عن تجرد النفس أو تجرد ما يسمى أي بالروح وأنها جوهر مختلف عن البدن ذكرت لكم بعد الصلاة أن أعمدت علم الأعصاب وعلم الدماغ في القرن العشرين وبعضهم حائزون على جائز نوبل مثل شارلز شينكتن مثل سير سير هو أيضا سير جون إكلس وحتى الجراح الكندي العظيم وولدر بينفيلد الذي أخذ لقب أعظم كندي كنتم كان عالم رهيب وأكسب بلده مجدا في العالم في أبحاثه في علم الدماغ ومعرفة وظائف مناطق كثيرة في الدماغ سمه أعظم كندي وولدر بينفيلد هؤلاء كانوا منحازين إلى فكرة أن الوعي ليس منتوجا ماديا وليس ابن الدماغ وسأعود إلى تفصيل هذه المسألة بل هو بتعبير بينفيلد حتى أكون دقيقا علميا جوهر مختلف يقول هو حتى نكون دقيقين من جوهر ما هي أو جوهر مختلف شيء غير مادي وسوف نرى كيف التجارب هذه تؤكد هذه النظرية طبعا هذه ضربة يعني بسبه قاضية للنموذج المادي والاشتراكية العلمية كلمة كسو إنجز لكلام الفارغ خيات القديم ونحن صغر شغلنا به أنه العقل إفراز الدماغ مثل مصطفراء إفراز الكبد كلام فارغ غير صحيح تماما والعجيب أيضا أن الفيزيائي والرياضيات العظيم وأشكر من نبهني إلى أنه أخذ جائس نوبل أنا لم أكن متعقض لهذا الشيء روجر بن روز وهذا رجل ملحد الآن ربما يكون في الموقف الشكوكي ربما يكون اخترى بالموقف الإيماني بحسب بحال الأخير على كل حال نفس الشيء مستحيل واضح أن الوعي طبيعة مختلفة لا يمكن للمادة أن تنتج الوعي شيء عجيب وعنده كتاب ضخم عاقل الإمبراطور الأخير يقارن فيه بين العقل والوعي الإنسان وبين عمل الكمبيوتر الحاسوب تأتي في حوال خمسمائة صفحة متخصص جدا على كل حال نعود إليه إلى ما كنا فيه أفلاطون في الجمهورية طبعا في فيدون وفي محاورة الدفاع عن سكرات وعنده كثير إشارات إلى الموت وحقيقة الموت ووضعية الموت جميلة لكن في الجمهورية من أشهر محاورتي على الإطلاق خاصة أعتقد في الفكر السياسي أعتقد في الفصل العاشر منها تحدث عن أحد الجنود الأغارقة والمدعو إر بن أرمينيوس هذا جندي إغريقي كان يقاتل مع قومه ضد أعداء بلده وسقط قضائه قضى قتلا في المعركة كان من عادة اليونان أن يكرموا قتلاهم بأن يقيموا لهم محرقة مأتمية محرقة مأتمية يقول أفلاطون وبالفعل أوتي أي بئر ابن أرمينيوس ووضع على المحرقة وحرق قبله وطبعا عدد من زملائه مقاتليه الحرب لكن لما وضع هو وهو للإحراق إذا به يستوي جالسا ذهلوا طبعا وتحجوا وإيش هذا عادي للحياة ثم أخبر ليس قضية إغماء وقل هذا فيه غماء كان فيه ليس قضية إغماء لا هذه خرجتنا خرجت نفسه أو خرجت روحه وخبرت يعني العيش في عالم آخر وفي أبعاد أخرى زمانية ومكانية مختلفة الفلاطون هنا فعلا سبق في توثيق حالة من حالات ماذا من حالات الاندي بشكل واضح تماما قصة إيش أرمينيوس يقول ذكر لهم كيف أن روحه خرجت وطفت على بدنه وكيف رأى بدنه ثم كيف اصطحبته يعني يعني كائن نوراني أو وجودات نورانية اصطحبته عبر بوابات يقول أو ممرات بساجز أو كذا أو فتحات يقول أو ممرات كذا أفلاطون عبر إما فتحات وإما ممرات إلى عالم آخر قصة طويلة اقرأوها في الجمهورية ومن الأشياء اللافتة أنه ذكر هناك أنه أمام كائن نوراني أيضا حظيم يتم حاسبة الإنسان على كل ما فعل من أعماله وبنظرة واحدة سواء للفاعل نفسه المحاسب أو لمن يحاسب الأعمال تكون حاضرة ومدركة ومعروفة بنظرة واحدة مش موضوع بيخذ زمان ويفتح صفحة صفحة أبدا بنظرة واحدة أنت تصبح داريا واقفا على كل أعمالك هذا في أبحاث الـ NDA يسمى بالـ Review المراجعة وبعضهم يسميها مراجعة بانورامية أو مراجعة شاملة أو مفصلة المهم مراجعة Review لماذا؟ مراجعة لكل حياتك لكل أعمالك الصالحة والطالحة الحسنات والسيئات وهذا يحصل مع كثيرين جدا ممن خبروا خبرة الـ NDA أفلاطون سجل هذه الحقيقة قال إلا أنه إر ابن أرمينيوس لم يتم حسابه على هذا النحو لم يحاسب طب لماذا؟ لأنه يبدو أنه لم يأن أوانه قال أما أنا قال لهم أما أنا فلم يحاسبوني حاسبوا آخرين ماتوا معي وقبلي بهذه الطريقة أما أنا فقالوا لي عليك أن تعود العلم الدنيوي فإن أمامك أعمالا عليك أن تنجزها هذه العبارة تقريبا تقال لمعظم من يخبر خبرة الـ NDA لماذا؟ لأن معظمهم على الإطلاق يعني لو قلت 99% لا تكون مبالغ ذكرت لكم أن يعني عالمة متخصصة في هذا الباب وسألت وتقصت خمسمائة حالة هي بنفسها قالت لم يتفق لحالة واحدة من هذه الحالات الخمسمائة أنها أحبت أن تعود إلى الحياة الدنيوية طوعيا لكن بالأمر الأمر المحب اللطيف أنه لا أعذرنا أعذرنا متأسفون ليس الآن عليك أن تعود أمامك ما تنجز لم تنتهي مهمتك بعد فيه شيء في الحياة لازم تساوي ارجع ساوي وبعدين سترجع هنا فالكل يحب أن يبقى هناك ستقول لي هناك ناس لا يحبوه قليل قليل جدا أنا يمكن كنت في خطبة الموت يتكلمون حاولت من عندي قلت ربما يكون في نحو 4-5% لكن لا أدري لعل هذا هذا حتى غير دقيق أقل من هذا بكثير وهي التجارب المعروفة بالتجارب المرعبة للندي يعني سموها موجود يشوف عذاب ويشوف جحيم ويشوف أشخاص صيئين جدا جدا كريهين بتصير وهذا لا يتفق إلا لأناس أشرار لا يتفق لأي أحد خير يكونوا أشرار ويعيشون في الدنيا أي كأشرار ومجرمين وعتا وقسا والعياذ بالله فيحصل لهم هذا تقريبا كل هؤلاء حين يعودون ينقلبون ويصبحون أخيرا هذا من رحمة الله بهم هذا من رحمة الله بهم تبارك وتعالى المهم يقول إير ابن أرمينيوس أعادوني وإن سألتموني حسب أفلاطون ما كتب كيف عدت وكيف عدت إلى بدني هذا ما لأملك عنه جوابا تم إعادتي طبعا بعض الخابرين عشان نختصر هكذا نسميهم الخابرين بعض الخابرين أو المجربين يعني يتحدثون أنه تم عودتهم بطريقة امتصاصية كأن البدن يمتصهم بعضهم شبهوا بالقمع مثل قمع يعني بقمع هكذا بتعرف أنت كيف يمتصهم فيدخلون الفوها الواسعة ثم الفوها الضيقة بعضهم أفاد أنه يعود من الرأس بعضهم أخبر أنه يخرج من الرأس أصلا ويعود من الرأس في تفاوتات بسيطة في تفاوتات طبعا لكن الأشياء الأساسية مشتركة بين كل التجارب على الرغم من اختلاف خلفيات المجربين أو الخابرين هذه قصة ملافتة جدا ومهمة في التراثي الأفلاطوني في كتاب الموتى الذي ذكرته في الخطبة أو كتاب الخرج إلى النهار في إشارات إشارات يمكن أن تقف عليها إلى هذا العالم أيضا إلى خيره كتاب الموتى التبتي تبتيا تتبوك اسمه كتاب الموتى التبتي الذي شارك كان هو مشارك الذي هو كارغوستاف يونج شارك في إيه لأنه ترجم أعتقد هو في أوائل القرن العشرين إلى الإنجليزية وربما بعدين ألمانية فكارغوستاف يونج كان مهتم بهذه الأشياء وشارك في تحرير الكتاب وبعض الشروحات والتعليقات اسمه كتاب الموتى التبتي أقل من متين صفحة هو ثلاث أي أجزاء معينة فيه إشارات عجيبة وغريبة جدا إلى هذا الموضوع لأنه اسمه كتاب الموتى أصلا ويتحدث عن كل مراحل الموت فإذا تحدث عن خروج الروح أو البدن وأين تصير والمجريات العجيبة بشكل لافت للنظر تتفق مع تجارب الخابرين اليوم ستقول لي عجيب وهذا قبل الأديان ربما أو ليس علاقة حتى بالأديان التوحيدية نعم نعم ما يلو علاقة هذا يصدق مرة أخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كل أمة فيها أنبياؤها فيها رسول قال تعالى منهم من قصصنا عليكم من منهم ما لم نقصص عليك يعني ليس لازم كون موسى وعيسى ولوطو إدريل لا 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 كل أمم الله عز وجل لو حدث العرب في تلك الحقبة من نزل القرآن الكريم حدثهم عن شيئا علاقة بالترافات الكريسيكية الهندية أو الصينية أو الأمريكو الألاتينية التي لم تكن مكتشفة أصلا لن يفهموا شيئا لن يصدق أحدهم شيئا صحيح أعطاهم بقدر ما يستوعبون لو أنتم تلاحظون جغراف القرآن الكريم تقريبا جغرافها شرق أوسطية هذا ممكن أن يفسر أي تفسير لا لا واقعيا أن هذا هو ما يسمح به الخبرة المعرفية المقول السقف الخبرة التراث المعرف العربي يسمح باستيعاب هذا أكثر من ذلك لا يستوعب لست ربما يعني بحاجة أن أذكركم هنا في أوروبا الوسيطة كان يعلق على الخشبة ويحرق من يتحدث عن وجود عوالم أخرى وثقافات أخرى وأناس آخرين لم يسمعوا بالمسيح المسمى بالأنتبوت كما ذكرته قريبا صحيح فكيف لو كان في العقلية العربية الصحراوية يقول لك لا كان فارغ خرافات الأولين وأكاذيب محمد هذه فربنا أعطاهم عليك الدم لكن أعطاك القاعدة العامة وإن من أمة إلا خلا فيها ننير لا إله إلا الله ولذلك أنا لم أستغرب حين حاولت أن أقترب من تراث المرحوم عبد الواحد يحيى الفيلسوف والمفكر الفرنسي العظيم الذي أسلم رينيه جينو وهذا من الشخصية المذهلة في روحانيتها وفي ساعة تفكيرها حتى أن أندريه جيد قال قال حجج جينو غير قابل للنقط لا تستطيع أن تنقضها استغربت أن هذا الرجل المتصوف المسلم الذي ناسب أيضا شيخا متصوفا مسلما وعاش ومات في آخر حياته في مصر أن هذا الرجل الصالح والعالم الكبير والفيلسوف الخطير مهتم جدا بالتراثات التقليدية الهندية بالذات وربما أقل من ذلك الصينية وغير ذلك حتى التراثات الأمريكية القديمة كثير مهتم بها وهو يرى في نهاية المطاف أن هناك مهادا وقاعدة أولية تلتقي عندها كل هذه الثقافات وأنك كلما أمعنت قدما وغلت في الماضي الصحيق كلما اقتربت من الصورة الأكثر وضوحا للحقائق الإلهية شيء غريب هذا شيء غير طبعا غير مهود وغير مأنوس وربما غير مقبول حتى في الحس الإسلامي العام في هذه العصور لأنه بصراحة بنغوسين وأقول هذا ويملأني الأسف الذي غرب عليه السطحية والبساطة الشديدة فأقلت لك كتاب الموتى التبتي هذا عجيب ولافت جدا في أنه سبق إلى توثيق توثيق قسمات وسمات كثيرة من الخبرات التي يمر بها هؤلاء يعني الذين عادوا من الموت أو موت الموت الوشيك أو اقتربوا من الموت على حسب المصطلحات موجودة منها نفس الشيء النفاق الكائنة النورانية ومنها أيضا مواجهة الأعمال ومنها مراجعة الحياة ومنها التواصل اللا لغوي تواصل من غير إيه؟ من غير أذنين ومن غير لسان ومن غير أبدا وحتى من غير بصر ترى كل شيء أزوت الرؤية ثلاثمائة وستين ترى ما فوقك وما تحتك وما خلفك كذا كما ترى إيه؟ الشيء الذي أمامك هذا شيء غريب في الدنيا مستحيل أن يفهم ماذا صحيح؟ أنت لا ترى إلا إيه؟ ما يقع في مرمى إيه؟ البصر في أفق النظر لا في العالم الآخر وهذه خبرة خبرها معظم هؤلاء الذين خاضوا تجربة الموت الوشيك يرون من جميع الجهات وما في دور للزمان تقريبا وإن وجد فهو دور ما يصور جدا 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 تكثيفي كما قلت وما في دور للمكان الشيء غريبة فسبق أيضا إيه؟ إلى تسجيلها سبق إلى تسجيلها حتى في يعني العصر الحديث قبل أن يصبح هذا الموضوع في في مركز الاهتمام في حالات كثيرة ولم ينتبه إليه الناس مرت بفنانين بكتاب بروئيين بفلاسفة والناس لم يهتموا الموضوع لما فعلا العلم وضع يده فيه و سبحان الله عطاه أهمية لأن العلم بلا شك سلطة علم سلطة كبيرة سلطة أكبر سلطة في هذا العصر خاصة في العالم الغربي وما ولا للعلم السلطة في العالم العربية والإسلام من حد الكبرى للدين وما شاء الله عندما تكون إيه سلطة للدين برجال دين أو علماء دين من الحجم المتواضع جدا 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 فأله يعيننا الله يعيننا على فهم ديننا وأله يعيننا على تدينا وأله يعيننا على مواقفنا في كل قضايا فنسأل الله أن يعطينا مزيداً ما العلم والفهم والتعمق عشان صير وضعنا أكثر أجدارية وأكثر اعتبارية فيه طبعاً العالم في البداية بدأ عالماً هو وانتهى إلى روحاني عظيم سويدنبيرغ سويدنبيرغ هذا كان شخصية علمية له أبحاث أكسبته سيطاً واسعاً واعتبارية عالية في المجتمع العلمي وفي بلديه بالذات في التشريح وفي وظائف الأعضاء وحتى في علم النفس الذي لم يكن اسمه سيكولوجي وكان أبحاث بداية عنده ما شاء الله يبدع رجل وسبحان الله حصل تغير كبير في اهتماماته بعد تجربة روحية خاضها ما هي تجربة هذه؟ هي تجربة الـ NDE الموت الوشيك وحدث عن نفسها الرجل بعد ذلك على فكرة في أكثر من عمل له من كتابات يعني وثق أيضاً حالات من الشفافية والاستبصار الذي كان يتمتع بها وكيف صار عنده قطرة تنبؤية يتنبأ بأشياء تحدث ستحدث غداً أو بعد غد أو بعد كذا كثير هذه الأشياء لكن قبل ذلك تحدث بالتفصيل كيف دخل العالم البرزخي على نحو ما يتحدث هؤلاء الخابرون هؤلاء نعم الخابرون اليوم ما بدنا ينطول موجود أيضاً كل هذا في موضعه لم يلتفت كثيراً إلى تجربة سويدنبيرج إلا ممن يهتمون بالروحانيات والأبحاث الأرواحية لكن المجتمع العلم كذا والرجل من خلفية علمية لم يهتموا بذلك طيب في القرن العشرين فيه كان إيرنس تيمينغوي هذا من أشهر الروائيين العالميين أمريكي طبعاً يقال مات منتحراً يقال مات بالغلط مش منتحر الجيف التبع وطلعت رصاصها قتلته بالغلط الله أعلم أنا أستبعل أن يكون إيمات أي منتحراً بعد أن خبر إيم الدخول في العالم الآخر وين وثقها؟ في روايته المشهورة وداعاً أيها السلاح ونحن عارفين أنه اشترك في الحرب الإسبانية طبعاً وثق نفس الشيء وثق الحالة كما يقول مع الآخرين ومعروف أن إيرنس تيمينغوي عاش ومات وهو تقريباً مدمن خمر كبيراً ومدمن نساء كان عنده أيها هذا الشيء مدمن نساء ومدمع الخمر الرجل ومكفش عن إدماء الخمر والرجل عندهم في دينهم حلال عساس في أسف الشديد أو في ثقافتهم شيء مباح وطيب وعادي لكن ذكر في ودعنا أيها السلاح أنه ترجاهم ترجي الأرواح هناك أن يبقوه في ذلك العالم لم يحب قطعاً يعود إلى الدنيا وعنده روائي وعنده مجد وعنده أعماله إلا أنه أخبروه أنه لم يحن أوانه وأن عليه أن يعود نفس القصة لكي ينجز إيه وما بقي من المهام عندك مهام غير منجزة يرجع وأنجزها عجيب على فكرة على ذكر الرجعة هذه والتخييف الرجعة يعني معظم الذين اختاروا أن يرجعوا إذا استهذينا أيش الذين عذبوا وخبروا خبرة شديدة الإيه الإيلام والإظلام هناك أكيدوا يحب أن يرجع المسكين وعطونوا فرصة لكي أرجعوا أصلح هذول طبعاً يتوسلون أن يعودوا إذا استهذينا هؤلاء من الذين خبروا خبرات طيبة وحسنة ولاذة مبهجة الذين عادوا وطلبوا أن يعودوا معظمهم على الإطلاق من الأمهات شيء غريب هذه معنى الأموم أيضاً إحدى هؤلاء الأمهات تخبر تقول وطلبت أن أعود خيروني لكن حين أعودت من عجل أولادي وزوجي أنت ثلاث أولاد ظللت وأبكي ندمت أنني أعودت لماذا طيب؟ الفرق الكبير بين سلامية ودفئ ورحمانية وجمال وبهجة ذلك العالم كل شيء هناك مختلف كل شيء مختلف أجمل بمراحل الخفة التي يشعر بها الخابر مجرد تنفصل إيه نفسه أو روحه عن بدنه يشعر بخفة غير طبيعية وقدرة على الحركة بغير قيود غير قيود زمنية ومكانية فضل عن السعادة والسلام وعما تتلقاه به الأرواح هناك الطيبة سواء أرواح ملائكية أو أرواح الموت الصالحين الذين سبقوا وبعضهم يكونون أي من أقربائه ومعارفه فلا يحب أن يعود فطلبت أن تعود فأعيدت ظلت تبكي فترة وندمت أنها عادت من عجل أولادها الثلاثة وزوجيها ندمت لكنها عادت سبحان الله هذا ما قدر الله تبارك وتعالى المهم حتى من ممثلي هولوود المشهور المشهورين هناك من ذكر يمكن يمكن أشهر شخصية إليزابيث تايلور التي مثلت كليو باترا كلنا شاهدنا حينما صغارة فيلم كليو باترا وتايلور مشهور جدا حسنها وجمالها وفنانة عظيمة إليزابيث تايلور وطبعا مع عونفري هي التقت بها قالت لها هذه الواقعة من ثلاثين سنة وأنا كنت حريصا أني لابد أن أقولها كنت أشعر أنني إذا لم أبوح بها سأجن نفس الشيء وذكرت أنها تستذكره كأنها وقعت للتو هذه ليس حالة استثنائية مع إليزابيث تايلور مع كل الخابرين كأنه للتو هذا شيء غريب سنعود إليه ونرى تحديله علميا كيف يمكن أن يحلل وهذا معيار في التفريق بين خبرة الاندي إي وبين ماذا بين الهلوسات والضلالات والفنتيزيات والتخيلات أقول لك أوفر إميجينيشن يعني يمكن أن نسميها الشطح يعني العربية شطح يعني يقول لك يعني خيال شاطح أوفر إميجينيشن متخيل كتير هل فعلا هو خيال أو شطح أو نقص إكسوجين أو تأثير أو 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 ولا خبرة حقيقية واقعية وواقعيتها أكثر من واقعية أي شيء واقعي لأن نعيشه يجمع على هذا تقريبا الخابرون قال لك ما مررنا به لا يمكن لأي قوة في الكون أن تشككنا في واقعيته هو أكثر واقعيتنا من حياته الآن ونحن نتكلم وندل إيش بهذه الرواية أكثر بكثير هذا شيء غريب هذا لا يحدث المهلوسين ولا تحت تأثير الألس دي والعقاقير المهلوسة والمضللة أبدا أبدا ولا تحت تأثير الأمراض الثهانية التي يصاب بها بعض الناس يعني بعض الناس كنت تكون عندهم حالة مسمى الأوتوسكوبك هذه هذه أكثر حالة محرجة للإن دي إي لماذا؟ لأنه عندهم هذه الحالة ممكن تفسرها يعني الرؤية الذاتية ضلال الرؤية الذاتية أوتوسكوبك لأن الشخص في هذه الحالة المريض يرى إسقاطه تابعه إسقاط جسمي يرى إسقاطة جسمية له في الخارج في الخارج ولك رأيت جسمي سنرى الجواب عن الشبهة هذه أكبر شبهة في علم العصاب على موضوع الان دي إي وسوف نرى الجواب عنها أيضا كل شيء لابد أن ندرس كل شيء لابد أن ندرس وتقص علميا فعلى كل حال حتى لا أطول بهذه النقطة ليس كثير مهمة التراثات والخبرات العالمية غاصة خاصة كما قلت إذا وقعت لمشاهير أو وثقها علامة كبار أو فلاسفة أو أناس مشهورون أو كتب مشهورة مثل كتاب الموتى الفرعوني والتبت وكذا تصبح مهمة أو القرآن الكريم تصبح مهمة جدا جين سيمور الموثل الأمريكي الشهيرة عندها تجربة مشابهة تماما هي دخلت في العالم الآخر أيضا وحكت عن تجربتها أيضا أعتقد أيضا شارون ستون أكثر من ممثل وأكثر من ممثل حصل معهم هذا الشيء فضلنا عن غيرهم طيب نترك هذه النقطة نأتي الآن إلى نماذج نريد من خلالها أن نرى ما هي السماية المشتركة التي يتشاركها كل هؤلاء الخابرين كل هؤلاء الخابرين طبعا ما الذي يستحف ويحفز خروج الروح أو النفس من البدا أنا لا أريد أن أميز كثير بين النفس والروح أنه قناعة الشخصية أن الذي يدخل ويخرج ليست الروح النفس هذه السول هم سموها سبريت السول ما العلاقة هذه اسمها النفس الروح الروح شي آخر الروح ليس هي سر الحياة الروح معنا إلهي عطاء إلهي كرم لطف إلهي نفخ فينا لكي يجعلنا بشرا ما نحن عليه لكي نفكر في الله وفي الآخرة وفي المستقبل ونكون فلاسفة وعلماء ونتجاوز المادي ونتجاوز المحدود هذه الروح أما الذي يجعلنا ننشط وننمو ونتكاثر وكذا يعطينا كل مظاهر الحياة الحياة الحيوانية وكذا هذه النفس وهذه تكون حتى وجودها في الحيوانات الدنيا وفي الحشرات وكذا فيها نفوس واضح وكل نفس ما بترجع إلى تحقيق الموضوع هذا معروفة فكرة فيه لكن أنا الآن أتسامح أغفر لي إذا قلت الروح النفس لأنه ناس تتقبل أكثر تأخرت الروح قرجة الروح وتتأثر دول النفس النفس ما بتأثر كثير من ناحية عاطفية فقط يعني مش من ناحية علمية على كل حال مهم جدا أن ندرك أن هذه التجارب صحة التي يهتم بها العلماء والأطباء هي التي تحدث في المشافي وفي غرف الإنعاش وأثناء عمليات أو بعد عمليات الإنعاش بحكم المهنة بحكم هذا تحيز مهنة طبيعي هل ممكن تحدث لأناس آخرين في ظروف أخرى طبعا مش شرط أن تحدث لإنسان أصيب بسكتة قلبية أو حتى ربما سكتة دماغية ونرى هناك ناس يطلق أحكاما من عنده من غير خبرة ومن غير تقصي علمي يقولك أتحدى أن يكون أحد أصيب بموت الدماغ أو بسكتة دماغية وخبر هذه الخبرة لا موجود وكثيرون والذين قالوا هذا المختصون الذين درسوا أولو في الحالات ليس أنت وليس أنا فأتوضع قليلا وما تفتي من عندك هناك ناس مفتي لأنه عنده أيضا تحيز مسبق هو أن يفهم أن هذا ليس خروج روح وليس موت على فكر القرآن الكريم لو أنتم تأملت فيه هل يجيز لنا استخدام مصطلح أو تعبير العودة من الموت طبعا طبعا الله سماهم موت ثم ذكر أنه تم بعثهم وإحياؤهم إذن هم دخلوا عالم الموت خبروا خبرة الموت واضح إذن يجوز على أن ما يطلو الموت يبدو أن الموت مفهوم برزخي الموت نفسه مفهوم برزخي يعني حياة القبر هي الموت هل يقولون لا طبعا ما لديه علاقة حياة البرزخ هي حياة أخرى عالم آخر زي عالم الدنيا إذن ليش هذا الموت طبعا ما هو الموت هو هذا المفهوم البرزخي الفاصل مرحلة حدث الانتقال من الحياة الدنيا الحياة البرزخية وسمى ماذا الموت بس هذه هذا الموت فالموت خط رفية طبعا هذا الخط قاعد بتحرك بحسب الأبحاث العلمية قاعد بتحرك ويأخذ رينج أو نافذة زمنية بسموها يعني زمني متسا زمان كانوا بعتبروا الواحد إذا توقف قلبه عن النبض والرئتين عن التنفس رئتان عن التنفس فباي باي مع السلم هذه مات صح هذا إلى وقت قريب يعني عشرة السنين خمسين ستين سنة بعد اكتشفوا لا لا مشرط ممكن القلب تعمل والرئتان يعملان وهو ميت كيف طيب ممكن القلب يشتغل بالأجهزة والرئتان تعمل نعم بالأجهزة إذا كان جدع الدماغ جدع الدماغ إذا كان ميت لماذا الجدع الدماغ بالذات قاعدة بازل 제를 على الدماغ سمو جذع الدماغ لأن جذع الدماغ هو الذي ينظم إقاع القلب وعملية التنفس إذا توقف هذا يتوقف ماذا؟ القلب والرئتين على فكرة العلاقة بين الدماغ وبين القلب والرئتين وخاصة جذع الدماغ علاقة تبادلية اعتمادية أصيب شخص مثلا بسكتة قلبية ما الذي يحصل؟ في غضون ثواني ثوانيها ليس دقائق يتوقف الفلو أو التدفق تبع الدم التدفق الدم إلى الدماغ بما فيه جذع الدماغ في غضون ثواني بعضهم قال في غضون ثانيتين فما زاد بعضهم قال لا من خمس ثواني إلى عشرين بعضهم قال لك من ثاني ثاني سام بارميا منحاز وهو طبيب إن عاشي ربما رقم واحداً في العالم قال لك في غضون ثانيتين توسكنت فقط زيرو فلو توقف بالكامل عجيب معناها بتعرض حين الدماغ للتموت قضية خطيرة جداً جداً طبعاً إذا توقف القلب عن ضخ الدم الرئتين تعرفون الدورة الدموية الصغرى الدورة الدموية الصغر المايكرو هذه أو بسموها الدورة الرئوية بلمانوري لماذا؟ لأنها مغلقة بين القلب والرئتين ما تعرفون درسنا الصغر هذا بخلاف الكبرى هذه ليست مغلقة مفتوحة على البدن كله الدورة الصغرى يا أخواني هذه مغلقة بين القلب والرئتين القلب بطل يشتغل خلاص الرئتين لا يوجد شيء يشتغل سترجع تتوقف صحيح؟ أبداً وليس ستأخذ الدم غير المؤكسج وأكسجه وبعد يترجعه سأقول له ستوقف هذا توقف القلب توقف الرئتين توقف الدماغ طيب إذا توقف جذع الدماغ بضربة برصاصة بضربة بمطرق بهمر على الرأس خاصة على المؤخرة أفسدته مباشرة تتأثر القلب والرئتين يتوقفان كلها اعتمادية المسألة هذه شاهدت؟ إن توقفت الرئتين القلب عمله بصير ماذا؟ ليس كثير مهم لأنه ما في شيء أكسجه يتسمم الدم وانتهينا كل شيء بموت كله مربوط ببعضه البعض هذه قضية ثانية ممكن تحدث عنها بتفصيل إن شاء الله ونتحدث كيف تم التعاطي معها علميا في القانون العاشين بالذات في محاضرة إن شاء الله وخطبة قادمة عن موضوع هذا موضوع الموت وكيف نموت وكيف موضوع الموت كما قلت لكم جرى فيه يعني زحزحة علمية كبيرة فالآن المدى الزمني اللي كان يعطى لتقرير الموت إعطاء تقرير إفادة بالموت لأ صار إيه أوسع صار أوسع قصة كبيرة هذه أحسن ربما من كتب فيها كما قلت من المعاصين الحاليين هو سام بارنيا وتحدث عن نوعين من الموت هو موت عكوس وموت لا عكوس والعجيب منه عمر قفزة هو عمر لي بيك عمر قفزة غير مسبوقة قال لك لأن الموضوع إلى وقت قريب جدا والخلاف فيه بين اليوكي واليو اس اي كان حول ماذا اليوكي المملكة المتحدة كانت بتشوف أن الموت يعرف بموت جذع الدماغ ستقول لها تقرير في حال الإسلامي في ناس كثير متعاطفين مع المملكة المتحدة وأخذوا بمعاييرها الطبية في تعريف الموت قال لك إذا ما جذع الدماغ خلاص إنسان ميت تشتغل الرئتان تشتغل القلب بطريقة صناعية ما يهمناش أجزاء أخرى في الدماغ تشتغل ما يهمناش جذع الدماغ مات الإسام ميت وخلاص هذا موت نهائي أبسلوت مطلق بقلوب الأمريكان قالوا لا غير صحيح أبحاثنا وعلماءنا ومعايير هارفورد أو دراساتها يتأكد لا لازم يموت كامل الدماغ لأنه عندما تدرس أنت علميا موت الدماغ هو يمر بثلاث مراحل موت الدماغ له ثلاث مراحل ينتهي بموت الدماغ الكامل واضح؟ لكن موت جذع الدماغ مرحلة وسيطة فالأمريكان قالوا لا لا نسلم للبرطانيين نحن لا نعتبر من مات جذع دماغه ميتا حتى يموت كامل الدماغ وظلوا هذا الخلف قصة كبيرة نستعرضها إن شاء الله في محاضرة الموت لكن سامبارنيا عمل قفزة كما قلت لكم جديدة جدد حقيقة في هذا المجال واذا قال؟ قال لا حتى لو مات الدماغ ومات جذع الدماغ أنا ما بهمني مش هسلم إنه ميت واذا يصدق أنت؟ قال الموت نوعان عندي موت عكوس أي ميت ممكن نسترجع للحياة ولو بعد أربع ساعات أو أربع عشر ساعة طريقة أب أخرى هذا لا يعتبر مات الموت النهائي إلا عكوس هذا مات موتا قابل إلي العكس قابل للاسترجاع ريفلزيبول طيب طيب لماذا قال إليك؟ قال لأنه في ناس نحن عمليات ونشرنا هذا في 2011 في نيتشار المجال المحكمة الشهيرة البريطانية هذه مشهورة من أشهر المجال العجوية في العالم قال نشرنا هذا في 2011 إحنا أخذنا خلايا من الدماغ أو من جذع الدماغ الدماغ كان ميت له وقت طويل لا أدري كم ساعة ربما على ما أذكر عشرين ساعة ميت هذا في التحلل خلايا في التحلل أخذناها وزرعناها فنبتت وازدهرت عجيب لذلك قال لك الآن أبحاث الإنعاش الجديدة جدا تحرص إذا بدنا نستبقي شخص أول ما يصاب بموت الدماغ نذهب لنبرده بالكامل نبرده تماما وبعدين نبدأ نشتغل أشياء تتعلق بعلمة بعد الإنعاش هذا علم جديد اسمه علمة بعد الإنعاش لسه ممكن ممكن ننجح ما بنعرف قال لأنتم الآن لا تتخيلون هذا وقد يأتي يوم الأيام يستغرب الناس كيف أنه ناسا بالألوف والمالينة ماتوا وكان يمكن ماذا إعادتهم الحياة للأسف العلم لم يكن يتطور ممكن هكذا يقول ينظر أين اليوم طيب ما هو الموت إلا عكوس لا يمكن استرداد الميت آه ليس توقف الدماغ وطبعا ليس توقف الرئتين القلب لا 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 تحلل الخلايا حين تبدأ خلايا الدماغ في التحلل تعرفين طبعا الدماغ إذا ترك وبدأ يتحلل يتسيل يصبح اللي ياخد ممكن يسحبوه بأمبوب خلاص بدأ سائلة تهنية انتهى هذا الموت قال لك هذا عندي الموت المطلق اللا عكوس هذا الذي أعترف به كموت أنا قبل كله في نظري يدخل في الموت العكوس ولابد نواصل أبحاثنا وعلمنا هذا الرجل واحد على فكرة والحمد لله في ناس تتعاون معه ومن أكثر من دولة ومؤسسات وناس هذا شيء جميل جدا وأكيد سيزده يدا بيضاء وخدمة عظيمة للحياة والإنسانية في قابل العقود والأيام إن شاء الله وتعالى طيب طبعا بالنسبة له عاد تبهوا قال لك أي واحد يفيد أو يعطي رواية أو تقرير عن خبرة لم يموت الموت أي العكوس أنا لا أعترف به ولا أنظر في خبرة مرشة لقرية أطلع برا لماذا هو قاعد بتكلم عن ناس عادوا من الموت لابد أن يكون ماتوا فعلى الأقل لابد أن يكون مات ماذا موتا سريريا سؤالنا له وهذا السؤال الحر جدا طب لو مات دماغيا يعني مات جذع الدماغ قال حتى هذا وعننا حالات قال آه مات دماغيا ورجع ورجع للحياة وهذا قال الشيء العملنا إنه تحدي هز النموذري المادي تحدي مقلق ومزعج جدا 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 كيف كيف أنت ودماغك كامية طبعا قبل حتى لموت يعني أقل شيء يريد أن يكون إي إي جي يسمون هو رسم أو مخطط الدماغ الكهربي اسمه إي إي جي القلبي الكاردياك إي سي جي إليكترو كارديو هذا لا صفر أو الدماغ يريد أن يكون فلات يسمون إي فلات إي جي قال لك فلات ناس يام فلات كله مية لا في أي نشاط في الدماغ وخاصة في القشرة النيو كورتيك سادي اللي هي مركز القرارات والفهم والأحكام والمشاعر والدنيا كلها فيها ميت تماما مع أن الأجهزة الحديثة من أجهزة الإي جي كثير حساسة وترصد يعني أشياء دقيقة جدا جدا من نشاط الدماغ الكهربي برضو فلات مسطح بخط مسطح مثل أي تعرجات ميت الآن السؤال علميا طبيا عصبيا فيزيولوجيا واضح أن صاحب الفلات لا يسمع لا يبصر لا يعي لا يجعر لا يشم لا يحس لا يلمس لا يذوق أبدا جثة جثة مجر جثة كومة خشب كومة لحم السؤال اللي حي طارن وهز وهز الاخرين كيف وأن لهؤلاء حين يعودون أن يخبروا عما حدث في هذه اللحظات في هذه الدقائق التي كانوا فيها موتا صح موتا عقوسا بس موتا الوعي والسمع والبصر والقصة وكل وين هذه في الدماغ صح أنا مدر المادي كل متوقف هذا العيون مغلقة كل شي ميت هو هو يخبر عن خبرات بصرية في جوال رائق ويخبر الدكاترة والممرضين والممرضات وماذا فعلت أنت وماذا فعلت أنت وكيف مسحت العرب وعين قصة شيء لا يصدق من ضمن القصص الجميلة التي وثقها الدكتور فان لومل الهولندي صاحب كتاب الهولنس افتر لايف تساينس اوف ان دي اي علم تجربة الموت الوشيق 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 علم قال لك هذا علم كتابه هذا بيع منه كميات كبيرة وجعله من كبار الخبراء في العالم حتى كما قلت لكم في الخطبة بارنيا كثير يعول عليه ويقتبس منه أستاذ أستاذ كبير طبيب ممارس وعلم كبير قالوا الآن أكثر من ثلاثين سنة متفرر للمسألة هذه وهذا كتابه حتى بالألمانية موجود ترجع بالألمانية وبالانجليزية وكتب بالهولندية المهم اسمه وعي ما بعد الموت الوعي بعد الموت علم الموت الوشيق ذكر تجربة موثقة وأعتقد الفريقي العلمي في لانست أجل الطبي المشروع عالميا توثق منها تماما والممرضة أعطت إفادة دقيقة جدا تم اختبارها وحصل هذا في وحدة العناية التاجية جزء من العناية القلبية قائلت باختصار مبدأ نطول وجودها في الكتاب والكتاب وجود على الفكرة ممكن تنزله مجانا تقول رجل أربعيني عثر عليه في حديقة مؤمن عليه ويبدو أنه كان فاقد الوعي من ساعة ساعة كاملة نعم لما أتي به إلى وحدة العناية التاجية كان مصابا بسكتة قلبية على مدى تسعين دقيقة ونحن نجتهد في إنعاشه البيسي آر بسمه هذا البيسي آر اللي هو يعني الإنعاش الرئوي القلبي فلمراري كارديو على مدى تسعين دقيقة ننعشه قالت ثم بعد ذلك وفقنا إلى أن حصل على إيقاع قلبي كافي بكفي كويس ليس حاله يعني لماذا لأنه يرجع يضخي الدم للرئتين ومن ثم للدماغ وجدع الدماغ لكن ساعة ونص تخيل ثم نقل إلى وحدة العناية في غيبوبة طبعا المركزة حيث بقي في غيبوبة تحت التنبيب التنبيب العناية العادية لا يعملون تنبيب عندما يصل في بعض المصاعب والمصاعب يضطروا يدخلوا أنبوبة القصبة الهوائية يسموها التنبيب بالغلاعربية ينترجمها التنبيب جزء من الإنعاش اسمه التنبيب كانت كان خاضعا للتنبيب تحت الانتوبيشن لمدة أسبوع طيب لحد الآن وضع عادي قالت بعد أسبوع استفاق فأعادوه إلى وحدة العناية التاجية وكنت مرة وما إرآني حتى صاحبي أنت أنت لقد كنت في ذلك اليوم حين أجري أي إنعاش قالت استغربت قلت له نعم سيدي هل من أخبرك قال لا 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 أنا رأيت كل شي نعم رأيت كل شي أنت كنت شبه ميت و90 دقيقة نعيش فيك ما في استجابة كان خال أنا كنت رأيت كل شي حين أردتم أن تعملوا التنبيب خلعتم طاقم أسناني العلوي وهي روت قال فعلا عنده طاقم أسنان فخلعنا الأبر منهن العلوي قال لها أنت خلعت طاقم أسناني ووضعتيه في درج هذه العربة كراش كارت هذه عربة لنعاش كراش كارت في الدرج الزلاج قالت أنا ذهلت لم ينتبه إلى هذا أحد وهي عملت هذا بطريقة إيش أهلية هو رأى كل شي كيف من الذي رأى كيف رأى بماذا رأى كل متوقف لعنة مغلقة غيبوبة تامة كوكومة شي لا يكادوا صدق قال لها نعم وهذه العربة كان فيها زجاجات لكن ليس بكل هذا ربما الحجم قالت الوصف دقيق جدا لكل شي هذه حالة من أعجب الحالات هذه موثقة الآن علميا وانشورة في المجالات العلمية المعتمدة الطبية حول العالم طبعا الدكتور يعني فان لوميل لا يجيب كعالم سمعته مهمة جدا إلا الأشياء الموثقة التي يمكن لاعتماد عليها الآن ننتبه وعاد نريد نقطة هذه مثل هذه القصص بالمئات والوثق منها علميا كثير جدا وهي اللي هزت النموذج المادي ما هي هذا اللي بصير اللي بصير أنه فيه رؤية رؤية بصرية بجول سينغ بسموها رؤية بصرية حقيقية مصحوبة بأوصاف دقيقة للمشهد لا يمكن أن يدلي بها إلا شخص كان في الموقع العجيب أن بعض هؤلاء المفيدين والخابرين يعطون أوصافا لا يمكن لشخص واعي عادي لا يمكن لهم لو كانوا واعين ومتواجدين أن يعطوها ليه تكون من منظر علوي مرات يصف الغرفة غرفة العمليات وإن عايش من منظر علوي ويصف كل أحد وماذا فعل هذا وماذا فعل هذا ومن أكثر من زاوية عجيب وإذا خبأوا شيئا أو وضعوا في أي مكان أو جلبوا شيئا من مكان آخر يصف لهم هذا بدقة هذا اللي حيّر العلماء غريب نحن أمام جثة إذن من الذي رأى ومن الذي سمع طبعا يخبرهم بما قالوا وهذا قال كذا وهذا قال كذا وأحيانا يقول وتألمت ما الإهانة حيانا بعض المنعشين أو بعض الممرضات تعمل شيء مثلا غير لائق ترفع يده مثلا بعنف أو هذا كذا يقول كانت إهانة لم أتقبلها فتصعق كذا يرى ويسمع ويدرك ويشعر واضح أن الذي رأى وسمع وأدرك وشعر ليس هو البدن البدن ميت البدن مغلق النوافذ تماما صحيح من ناحية عصبية فيزيولوجية أبدا حالة خمود حالة لاوظيفية سموها حالة لاوظيفية خمود تام إذن من الذي أو من الذي هنا بصير مواجهة الروح أو النفس رغما عنك في مكون اللي سمى إيش طيب الذكر أفلاطون سمى الجزء اللابدني في الإنسان هو هذا لا إله إلا الله شيء غريب ويسمع ويبصر ويشعر ويحس ويقدر أبدا ويتعلم ويفرح تماما من غير عينين ومن غير أذنين ومن غير يد ومن غير لا إله إلا الله معنا ما علاقة الوعي الحقيقي بوسائل الحس ما علاقة الوعي بالدماغ ما علاقة الوعي بالبدن هذا السؤال الكبير البدن حول اليوم نعطيكم فيه لمحة عامة لأن الدخول فيه يريد أن يورط ما في الانخراط في مشكلة ماذا الوعي لحد الآن أشفقت عن نفسه عليكم أن نتناولها من أعقد وأصعب الموضوعات على الإطلاق لكن أعتقد بعد محاضرة خطبة الانذية هذه نصبح مهيئين أكثر إننا نطرح هذه المسألة وحيكون لدينا تقريبا معالم إرشادية تهدينا إلى الحقيقة تهدينا في طريقنا حنفهم مبدئيا أن الوعي من طبيعة لمادية إنسا عنده علاقة بالمادة أكيد حنرجع لهذا ذكرونه بإن شاء الله أبدأ هذه التجربة كما قلت لك لها أي يعني أخوات كثيرات موثقة حول العالم ما بدنا نجيب يكفى أن تدخل على اليوتيوب أو تقرأ الكتب المختصة بلا حدود ستقرأ مئات مئات التجارب في مواقع أمريكية الـ NDE مختصة أيضا تجارب بالألوف موثقة فيها بالألوف عبر التاريخ وأرشيف كامل تدخل وتقرأ شيء ليس محتاج أن تقرأ كل هذه التجارب ولا حتى عشرها يحتاج أن تقرأ القدر الذي يعطي عندك راحة وترجيحا ليس نقول حتى يقينا ترجيحا بصحة المعالم التي يتم التأكيد عليها علميا والقسمات المشتركة بين كل هذه التجارب بين كل هذه التجارب تجربة أخرى أيضا يعني وثقتها البيبيسي في فيلم وثائقي The day I died اليوم الذي ميت فيه فيلم مؤثر جدا جدا وجميل وكتاب كامل ألفه إثنان عن هذه السيدة ومواقع كثيرة جدا جدا بس إكتب اسمها فيكي سيكي يعني فيكي اسمها فيكي نورا تاك اسمها الكامل فيكي نورا تاك أو كتبت السيدة اكتب بس فيكي هيك أنت NDE مباشرة تأتيك عشرات المواقع وعرقات الشخصية معها وهي سيدة عمياء هذه التجربة أيضا ألح عليها أيها العلماء الإختصاصيون في هذا المجال لماذا ستشوفه عجوبة من الأعجيب السيدة فيكي نورا تاك ولدت سنة 1951 لكن ولدت يعني بريميتشا يعني مبتسرة كما يقال مبتسرة بحدي بطريقة فضيعة لماذا؟ لأنها كانت أقل تقريبا من ستة أشهر 22 سبوء لا تقلت حتى ستة أشهر سنة 1951 ستقول لي مصيبة كبيرة الحضانات كانت بدائية جدا الحضانات في المشافي كانت شديدة البدائية مباشرة نقلت إلى حضانة من حضانات تلك الحقبة شديدة البدائية للأسف وزودت بالأكسجين بمستوى ماذا؟ مئة في المئة أكسجين كالفة لم يكن يعلم من أطباء العلماء آنذاك أن تزويد مثل هؤلاء الخدج المبتسرين في هذه المرحلة من نمائهم من نمائهم الجنيني أو نمائهم عموما بمئة في المئة أكسجين يفعل ماذا؟ أول شيء يحدث ضررا غير قابل للإصلاح في مقلة العينين يفسدهما ثم يحدث ضررا غير قابل للإصلاح في العصب البصري الأوبتك نيرف انتهينا أيضا من جهاز الرؤية ظل الفيجوال كورتكس في الأكسبيتال اللوب الذي يسمونه الفص القذالي تعرفين فصوص الدماغ الفص الوراء هنا اسمه أكسبيتال قذالي القذل قذال الإنسان في غذاء القشرة البصرية لدرس التشريح هذه تصبح وجودها كعدمي لماذا؟ لأن هذه القشرة ما لم تأتيها إشارات دائمة ما الذي يحصل تضمر وتصبح لا وظيفية معندها الشغل استعمله أو هفقده مبدأ الاستعمال والإهمال المسكينة فاقدت معناها القشرة البصرية العصب البصري ومقلة العين فولدت عمياء كمهاء يسموها اللي يولد أعمى اسمه أكمه تبرؤ الأكمه أو الأبرس الأكمه ليس أعمى عادي أعمى مخصوص أشد خصوصية من الأعمى العادي أعمى عادي ممكن يكون شاف خمسة سنين عشر سنين بعدين عمي لا الأكمه من يولد أعمى هذا اللي فيه فرق فرق من السماء للأرض اللي شاف أربع خمسة سنين أو عشر سنين ثم عمي عنده خبرة ماذا؟ الألوان وخبرة الأشياء التي تحدث عنها إنسان بيت باب مفتاح سماء أرض نجم كوكب كاميرا سيارة عنده يستذكر تشوه عبر السنين لكن أما الذي يولد أكمه كما سؤلت السيدة الطيبة هذه طيبة فيكي هذه نورتك سؤلت طيب هل أنت تحلمين؟ قال دائما يعتدون يسألوني تحلمين بالأسود؟ هلهم لا أسود ولا بيض لا أحرف شيء من هذه الأشياء مجرد السمع والشم والذوق واللمس شيء العلاقة تقولوا ما عندي ما عندي أبدا أبدا لا أعرف أنت تتحدث عن الألوان كذا لا أعرف أي شيء لا أعرف لا أسود لا أبيض لكن لا أعرف هذه الأشياء أبدا لا أراها حتى في أحلامي لأنني لم أراها في الحياة الواقعية صح؟ ستقول لي حلو والله العظيم شيء تقي شعر له الأبد الحمد لله عن نعمة الإيمان أنا سعيد بأننا مؤمنون والله العظيم الحمد لله كان ممكن ربنا يضللنا يسيبنا ونضل ونصره بلان ونصره على الماء كبار في هذه العلوم ونعمل حال نفهمني والله والمادة والوحدية المادية وكل كلام الفارق هذا ونموت ونحن أي عميان مش فهمية الحقيقة الحمد لله الله دعنا ونسأل الله أن يثبتنا على الهداية ربنا لا تزوق قلوبنا بعد إذا هديتنا المهم باختصار ممكن تقرز وتعود الوثائقي وتخشوا على اليوتيوب ستشوفوا لقاءات كثيرة معها تحكي قصدها بالتفصيل وقعت لها حارثة في صرفها الفوكسفاقين هي المهم وقعت لها وطبعا خرجت روحها الروح تذكى وتؤنف هو روح وهي روح نفس الشيء خرج روحها أو خرجت روحها من بدانها أو نفسها في البداية لم تعرف أن هذا بدنها أصلا لأنها لم تره وين تذكر تفاصيل هي لما استوحبت أنه يبدو أنني مت وهنا أنا أطوف أنا الذي أطوف طب البدن هذا شو هذا الشيء هذا التفعي الناس اقتربت منه قالت وحاولت أن أتلمس الخاتم معنى طبعا الميد أو الروح لما يأتي يتلمس أي شيء ما تصير الأحسيس هذه ولو دفع أي شيء ما تشعر به إلا في حلقة نادرة عجيبة لحكمة إلهية سنذكرها المهم قالت من خلال الخاتم هذا الذي كنت أتلمسه حين كنت في الحياة أدركت أن هذا خاتم زواجي هي من الزوجة أدركت أن هذه أنا إذن هذا هو بدني لحد الآن في شيء ليس طبيعي بدنها يعني شافت شافت أجسام شافت شافت بدنها شافت كيف شافت بالألوان بالألوان وكل الألوان قالت شيء يعز على الوصف شيء لا يوصف لم يتفق لي في حياتي قبل ذلك كلها رأيت شيء اسمه لون ولا في الأحلام ولا الأسود ولا غيره حين خرجت من بدني قالت رأيت ما تسمونها وأنتم الألوان كلها رأيتها رأيتها بوضوح وميزت بينها لا أدري هذا الذي تسمونه أحمر هو كذا الدم مثلا ستعرف يقولك الدم وأحمر هي تعشون هذا الأحمر إذن لكن في ألوان أخرى لازم يقولوا الشجرة خضراء فهتعرف بتتقيس كل شيء كانت رأيت كل شيء واستوعبته وكان بالنسبة لي مبهجا جميعا جدا إذن هذه الألوان وكانت تشعر بفرحة غامرة أنها أدركت الألوان أخيرا ما الذي ليس من ما سؤال عن ما هي هذا الكهان ما الذي أدرك الألوان البدن ميت ما تروح في الأرض صحيح والعينان حتى لو كانت مفتوحتين فهما غير وظيفيتين هما عينان لا تريان أصلا أو في الحقيقة العين أصلا لا ترى التي ترى هي الروح التي ترى هي النفس لكن عبر العينين طالما أنت في الدنيا تحتاج لهذا الفيكل إلى هذه العربة إلى هذه السيارة الفيكل تبعك هي البدن هذا تركبه عن طريقه تمشي وتتنقر وتضرب وتوكل وتشرب وتشوف وتسمع وتصوت وتقول في العالم الآخر لا تحتاجه بس تشوف وتسمع وتتكلم وتكلم وتفهم وتفهم من غير كل هذه الوسائل لا بلسان لا بأذنين لا بحنجرة لا بأحفار صوتية وتتحرك لا برجلين ولا بيدين شيء مختلف تماما وأكثر حرية وأكثر جمالا وأكثر اقتدارا ولياقة شيء مذهل هذه تجربة هزة العلماء كيف كمها ولدت كمها رأت الألوال لأول مرة لم يحدث أنها رأتها قبل ذلك حتى في المنام لو مرة واحدة أبدا 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 ما ينفع نحن نحن بما نعيش وبما نحس يبدو هي في تلك الواقعة رأت كل شيء لأول مرة وحكي طبعا تفاصيل وكيف رأت جدتها التي ماتت قبلها بسنوات وحكت عن يعني خمسة من زملاء درسته في المدرسة وخاصة عن تنتين واحد اسمها بيبي والتاني مش عارف ايه المهم وقالت واحدة ماتت عمرها ست سنين واحدة 11 سنة يعني واحدة ماتت في الصف الأول المسكين واحدة 11 سنة وكانت مكفوفتي البصر وتعانيان من إعاقة شديدة جدا جدا ومطعبة وماتت صغيرتين قالت رأيتهما في ذلك العالم وعرفتهما ولم تكون صغيرتين كانت في ذلك العالم تقول هي في ذلك العالم يعني ما في ذلك العالم في قمة عطائهما يعني في نحو العشرين قشعة البدني على فكرة والله يشوف حيث عندك إدمان كما حصل عندي بعد ما تخش العالم هذا وعطيكم مواقع بعد المحاضرة تدخلوا عليه تشوفوا هذا المواقع المهمة الجميلة مع كل قصة يزد إيمانك هنا هي وغيره أيضا أي أخرون ذكروا أنهم يرون النساء والبنات في سن مثل هذه في نحو العشرين بعضهم من الأجانب ليس المسلمين ذكروا أنهم يرون الرجال في سن حوالي منتصف العقد الرابع 35 33 34 في عندنا حديث الرسول الله أن النساء المؤمنات في الجنة الله قالوا عربا أترابا والحديث المشهور لما جاءت المرأة عجوز كبيرة يا رسول الله هل أنا في الجنة طب مني قالها لا يدخل الجنة عجوز فولت وهي تولول يا خربية البعيدة كذا كذا النبي صحك النبي كان يمزح ولا يقول إلا حقا قال يعني أدعو بها قالها يا أمة الله أما سمعت قول الله تبارك وتعالى إنا أنشئناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا في سن واحدة فتيات صغيرات في بعض الأثار بنات ثمانية عشر سنة ثمانية عشرة ثمانية عشر سنة كله هيك ما فيه وحدة أعجوز عمر سبعين ثمانية سنة ما فيه فريحات ستستعيد شبابها كمان والرجاء قال لك يدخلوا في مثل عمر عيسى عليه السلام عيسى قبض رحمة الله عمره أربعة وثلاثين سنة عمره أربعة وثلاثون سنة في بعض الخابرين أكدوا هذه الحقيقة من غير المسلمين قالت رأيت فيه الثانية ذكرت الأسماء في قمة عطائهما في قمة الإزدهار وكانت جميلتين وصحيحتين وسعيدتين ولا في عندهم كف بصر ولا إعاقة وأبدا أبدا أبدا وساعدت بهم كثيرا تجربتها جميلة جدا أجمل ما فيها كيف واحد أكمه يعني واحد كمهاء ترى الألوان لأول مرة لكن هو يخارج الجسد لا يمكن عرف زيه سبحان الله مثل إنسان عنده جهاز تلفزيون معطل مهما حاول مهما اجتهاد مهما ضربه مهما لعنه وبسق عليه مش حيشوف المباراة مباراة الدوري مش حيشوفه ليش هالمباراة ولغيات لا والله شغالة طب هاي البث انقطع لا شغال جهاز الاستقبال الرصيف له التلفزيون هذا في عطب وكذلك الروح شغالة وقدر تشوفه كذا بس مدام هي في البدن هي حتكون ماذا مقيدة بحدود ماذا البدن وقدرات البدن اعتل البدن بأثر عليها ضعف البدن بأثر عليها صار فيه مش زي ما قلنا في الشبكي في العصر البصري في الكورتكس في الكورتكس حيبطل يشوف أو تشوش الرؤية أو تتخلف عجيب بمجرد أن تقدر روح البدن تعود سميعا بصيرا قادرة بكل أقادية كما أخبر أفلاطون وكما أخبر رسول الله لا إله إلا الله شيء عجيب شيء عجيب غريب هذه التجربة من أروح الخبرات العلماء فعلا أدهجتهم وإذا ما قلنا وعمل عليها وثائق يبحثوا عنه The day I died اليوم الذي بدت فيه وبتحكي فيه الوثائق من البيبسي شيء جميل طيب نرجع فهنا أيضا يا أخواني من الخبرات العجيبة يريد أن نقاف معها أيضا أن الأبعاد لا تتشوى لا 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 تختلف إدراك الأبعاد هناك في ذلك العالم يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف المدرك وباختلاف الأبعاد نفسها يعني واضح أن الروح تعيش ضمن الأبعاد أخرى غير الأبعاد الثلاثية هذه الثلاثية الفضائية لا تعيش في أبعاد أرقة بعد الزمان تقريبا خير موجود وإن وجد فمفعوله يعني محصور في نطاق ضيق جدا 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 يبدو أنه يمضي بطبار شديد جدا لكنه يقادر على التكثيف الرهيب يعني لحظة هناك ممكن تعيش فيه عمر كامل لا إله إلا الله في لحظة لأن بعض الخابرين أفادوا أنه شعر بالزمن قال لكن لا على نحو الزمان الذي يعيشه هنا بالمرة طيب كيف فأفاد مثل هذه الخبرة أن هناك اللحظة أو المدة البسيطة يمكن أن تنجز فيها أشياء كثير جدا لا تنجزها هنا في وقت متطاول جدا مرات حتى في الزنين لا تنجزها هذه في لحظة أول ما يصدم الخابر أو يفاجأ أو كذا وهذه المشاعر ليس كثير يعني يختبرها هؤلاء مشاعر الصدمة أو كذا تعرف لي أبدا معظم أفاد بمجرد خروج الروح من البدن تدخل في سلامية وفي راحة طب أولادك أولادك الرضع الصغار ما بصير في قلق لا على أولادك ولا على زوجتك ولا أبوك وأمك الكبار ولا على دراستك ولا على مشاريعك ولا على أبدا أبدا بس عندك نوع من السلامية والراحة والهدوء دوليالي ثاني كنت وإن منذ البداية هنا لماذا لم أفد هذا العالم من القديم يعني ما الذي ورّثنا ودخل ذلك العالم البشع الاسمه أي الدنيا العالم الدجوري هذا عالم النحس والفؤس والتعز كثير منهم خبروا هذا وبعضهم يهتم لكن بقدر ضئيم على كل حال نكون دقيقين حتى في تعابيرنا صدم دهش ليس كثيرا أبدا أبدا كيف أقولك شعرت كأن الأمر معروف لي معروف مأنوس مأنوس عادي هذه طبيعة الأمور الروح يبدو تدرك هذا الأشياء كشي معطى يعني هو لا أثر فيها للزمان للمكان حتى الناحية المعرفية كثير من هناك قال لك بمجرد أن كنت في ذلك العالم سنرجع للزمان ومكان شعرت أنني أعلم كل شيء كل شيء في بعضهم أعتقد روسي كان ملحدا لم أرجع مقطعهم من سنين أنا يعني نظرت إليه أيام خطبة الموت يتكلمون فلم أرجع الخطبة لم أرجع قصة هذا الروسي لكن أظن الذي أذكره الذي أذكره أنه اكتسب علوما وحين عاد إلى الأرض هنا بقي نتف من هذه العلوم مكنته أن يكون على خبرة كبيرة فأشياء كثيرة في ناس أكثرهم يفيدون أن تقريبا كنا نعلم كل شيء وحين عدنا إلى البدن تقريبا مثل فنجان من محيط ما باقي عندنا فنجان طبعا يقول قطرة باقي عندي قطرة من المعرفة التي كانت عندي هناك ستقول لي من أي جنس هذه المعرفة من كل شيء حتى أن الخابر العابر إلى ذلك العالم يعلم بمن حوله وكأنه يعيش أفكارهم يعرف بماذا يفكرون كأنها هي أفكاره ويشعر بمشاعرهم كأنما هي مشاعره العجيب أن منهم حين يعود إلى الدنيا ويواصل حياته بيننا في هذا العالم الدنيوي يكتسب بصيرة بصير داخلية انسايت هذه البصيرة تمكنه أن يحدث بماذا بأفكار الآخرين بعضهم يقول لا أحدث أعرفها كأنني أقرأها بعضهم يجرب يبدأ يحدث الناس أحدهم قال حين فعلت هذا وكان في حفل عام هرب الكثير وقالوا هذا ساحر أو عفريت قالوا هذا يبت لبساه روح شريرة أو ساحر كيف عرف الذي في نفوسنا من بقايا تجربته في العالم الآخر ما غريب؟ هذا كل تجربة أجنبية على فكرة لغير المسلمين فأصبح معرفة غير طبيعية في إحدى التجارب التي عجبتك كثير وطابت لي بفضل الله تبارك وتعالى لأنها أكدت المنحة الفكري الذي أنا ماشي فيه من حوالي عشرين سنة صارت الحمد لله أنا من عشرين سنة صار فيه انقلاب كبير في تفكير الديني والروحاني صار يميل تستطيع أن تقول طابع رحموتي منظور اتسع بشكل كبير أنا أول بفضل الله تبارك وتعالى فسبحان الله على فكرة كل الخابرين والعابرين والعائدين من ذلك العالم يحدث لهم هذا الاتساع بس لديهم منظور واسع في النظر للخلق والناس من أجمل التجربة التي وقعت عليها تجربة سيدة تحكي كيف أنها لما خرجت نفسها من بدنها وكانت في العالم الآخر وكان في ملك حارس يحرصها ويهديها وكان أيضا روحها محبة وجميلة قالت ورأيت شخصا هو تقريبا أكثر شخص أبغضه وأكرهه حسب أوصافها حسب أوصافها له يبدو أنه شخص يعني شخص مخيف مرعب قالت أسوأ من رأيت في حياتي لا يحسن ولا يستطيع إلا أن يضر بالآخر فقط بلسانه بأقواله بأفعاله فقط هو يضر مخلوق للضرر قد كنت أكرهه وأحتقره ولما رأيت في ذلك العالم ازددت أيضا لكن رأيته جالسا هكذا كالحزين الأسيف الكسير فخاطبني الملك مرة ثانية سما مشتركة بين كل العابرين الخابرين التواصل مش فيربال مش صوتي مش حسي سنسوري وليس بلغة ولا كلمات مثل كلمات حياتنا هذه أبداً لكنه تواصل مباشر وتلقائي وناجح أكثر من تواصلنا هذا قالك بمراحل الشيء بتفكر فيه مباشرة هو يدركه ينقل لك فكرة مباشرة تنتقل إليك مباشرة في لحظة تنتظر أنت تسمع الجمل كلها في لحظة تفهمها ويفهمها هو شيء جميل وعجيب لا إله إلا الله حلو هذا يفهموا البحاري جسم الله فكروا الله يتكلم زينة يفكروا الله يتكلم زينة ويريدوا صوت ويريدوا ربما استخفى العظيم للسان والحنجرة الله يعطينا العقل والفهم تفضل هذو البشر زينة وملائكة ما يحتاجوا لا حنجرة ولا صندوق صوت ولا أحبار صوتية ولا شفتين ولا لسان ولا لهوات ولا لغة ولا معجم عالم آخر تواصل ناجح مباشر بطريقة أخرى تماما غريب غريب لا إله أهل الله المهم قالت الملك توجه لي قال تحبينا أن تعيش ما يفكر فيه وأن ترى كيف هو وما هو قالت نعم أتمنى ذلك قد في لحظة مجرد أنا وافقت على هذا أنا صرت كأنني هو عشت أفكاره ومشاعره وكل كذا وعشت ما مر به كيف طفولته كيف الوضع قالت لما عجت ذلك بكيت شعرت أنه طبعا هناك يبكون لكن برضو إيش مش بدموع عادية ولا تلمس شي غريب قالت بكيت شفقة علي لأول مرة شعرت بالرحمة إزاءه وبرثاله قلت مسكين هذا مسكين هذا تعذب في حياتي كثيرا قالت لأول مرة استوعبت أنني لو كنت مكانه ممكن تكون أحسن منك أو لكنت على الأرجح أسوأ منه ولكنت على الأرجح أسوأ منه ولكنت على الأرجح أسوأ منه بلسه هو فيه خير معناها أنه يجب أن تكون هناك مسكين قالت ولما عشت هذه الحالة أعجب الملك بهذا وسعيد به هو هيك كأن الله يريد أن يكون هناك حاول تفكر في الآخرين ضمن شروطهم ما تحكم عليهم من خلال موقعك أنت لو كانوا مكانك ممكن تكونوا أحسن منك ولو كنت مكانهم ممكن تكون أسوأ منهم فخليك رحيم وخليك عطوف وإحمد ربك على فكرة هذا من بلاغات الإمام مالك عن عيسى قال بلغنا أن عيسى أوه وين مالك وين عيسى بالمريم في ثلاثمائة واسطة بلغ من بلغات مالك في الموطة بلغنا أن نروح الله عيسى عليه الصلاة والسلام قال وإنما الناس آخر البلاغ إنما الناس مبتلا ومعافا فأحمدوا الله على العافية وسألوه سألوه المعافا من البلاء ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية ارحموا أهل البلاء هذا الموقف الإيماني ارحم الناس حتى بكرهك وبزندغتي وبلعني والتحريض علي وإفتاء بسفق دمي ارحمهم تعبانينهم وبعرضوا حالهم لغضب إله كبير وبمارسوا الكرة فهذا تقولوا أن هذه التجارب كثير مهمة وجميلة والمعرفة التي تتسبوها الخابرون والعابرون المجربون ما عارف حتى بالآخرين عشان ما غادرش هذا النقطة أيضا أن الوقائي اللي عجبتني وأثرت فيه شاب كان جالس في الكرسي الأمامي عن يمين سائق حافلة الباص تعرفين بكون هيك فيه قطعة معطردة من الخشبة تكون عموما وكان قاعدين وتم الحادث بين هذا الباص وبين حافلة قال رأيت أنا كيف الحافلة شقة الباص مثل سكين في زبط شقته من نصف كان حادث مروعا جدا وبدأ الصياح والصراخ وكذا والناس تتساقط قال فجأة رأيت نفسي أطوف فوق أي جسمي قال لم أحب ذلك الجسم هو سمين شوي فقطوا أيها البدين التعيس أنت هنا الآن كان ليس هذا الغريب يعني ما شعر هذا الجسم هو كيانه صح؟ المفروض أنت هي تقولي ردة الفعل عادية لما أطفوا فوق بدني أني أشعر بالرهبة صح؟ والفزع والخوف أنه أنا انتهيت قضية علي انتهى أمري أبداً أبداً كما لو هذا تشبيع فلاطون فلاطون شبه البدن بالإيه؟ باللباس الذي ينزعه الإنسان تشبه فلاطون على فكرة وهو صحيح صحيح مئة في المئة هو لباس تنزعه كيانك ليس هو البدن هذا شوية كان شبه عالة تقييد للروح للكيان تبعك الحقيقي فقال هكذا يعني نظرت إليه بازدراع أيها البدن قال له المنفوخ يا الله خليك دبر حالك قيل عجيب أنني صرت أراقب المشهد تواصلت مع كل الجرحة والضحايا كأنني أعرفهم بل أعرفهم فرداً فرداً قال له عجيب المذية قال له أعرفهم كلهم فرداً فرداً قال له ليس هذا فقط ليس هذا فقط قال له حصلت على معرفة أيضاً غير قابلة للوصف يا صعب أن أشرح لك ما الذي عرفته قال له كيف ماذا عرفت قال له مثلاً مثلاً من المعرفة التي اكتسبتها هناك وهذا شيء مؤثر جداً أدركت أن كل أحد كان في مقعده وأنا طبعاً أولهم كان يجب أن يقعد كل أحد في المقعد الذي كان فيه قال له حتى هذا أوه هذا هو مقدر لا إله إلا الله حكمة كل شيء موضعي قال ليس هذا فقط قال له كيف أدركت قال له أدركت معنى هذا لا أستطيع أن أعبر لك كيف كيف ليس إدراك جمالي أنت حين أدركت إدراكاً جمالياً أنه قال ليس هذا ما أدركه أدرك فهم ليس هذا قاعد هنا أنه لازم كان يقعد هنا لكن كيف لا يستطيع أن يعبر الآن باللغة الدنيوية إنساء عاجزة لا يستطيع لا إله إلا الله قال له أدركت أيضاً أي أرقام هواتفهم وأدركت لما كان على كل أحد أن يحمل هذا الرقم بذلك في هذه المرحلة من حياته يعني بعضهم ربما اشترى الرقم هذا أو اشترك فيه قبل الأسبية وربما يتركه بعد أي أشهر هو الآن في الفترة هذه لابد أن يحمل هذا الرقم قال أدركت هذا فهمته بعمق بعمق لا أستطيع أن أخبر كيف وهو شاب يحمل شهد ماجستير طيب 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 شكله فيه طيبة عجيبة سبحان الله قال له مثل هذا الإدركت أدركت قال له هذا الشيء لا يوصف لا يوصف طبعاً ما عرف تعطيك أي حالة من عمادة من التسليم المطلق لله عز وجل ما في اعتراض بالمرة ما في اعتراض نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً لا إله إلا الله الله أقول لك سلم إلي ليس أنت هذا أكوني أنا أنت مسكين أنت عبد بسيط غلبان أنت مفردة واحدة في الكون أنا رب الأكون كلها أنا الخالق المتبر أنا الرب سلم لي نرجع على موضوعنا كما قلنا فمن ضمن العلوم التي تحصل لهؤلاء العابرين مثل هذه العلوم بالآخرين كما قلت بتفاصيل حياتهم وهذه حصلت لكثيرين جداً يقول لك أنا أكون وكأنني كل الموجودين كلهم كلهم كأنني أنا هم وهم أنا أعرفهم بضربة واحدة كل واحد وأعرف كل واحد ماذا يفكر ماذا يشعر في لحظة واحدة معرفة غريبة ما يتعلق بالمكان والزمان أكثر من مختبر أو خابر أخبر أو أفادئ أنه يتواجد في أكثر من مكان في اللحظة ذاتها يقول لك أن دخلنا فيزياء الكم ما كان الكم ما في الصبت كيف اللامحلية سموها في فيزياء الكم اللامحلية لا محلية مبدأ اللامحلية يعني الشيء يكون هنا ويكون في أماكن أخرى وفي الوقت نفسه قال له غريب قال له نعم حتى الرؤية قال له نفس الشيء الرؤية لا محلية أرى 360 وهي واسعة النطاق جداً وبطريقة ميسورة قال له كيف يعني قال له أرى مثلاً من في أستراليا ومن في أصفهان ومن ربما أي نفترض في القدش كده في نفس اللحظة وبنفس السهولة كأنني حاضر كأنها الروح منتشرة في الكون كله وترقب كل شيء بضربة واحدة ما ليس طبيعية يعني يبدو أن الروح فعلاً ليست محددة ما عندها حدود يبدو أن تنتشر زمانياً ومكانياً ولذلك ستقول لي أنت تقول أن الزمن تقريباً لا يوجد والمكان محكوم باللا محلية التراكب في الفيزياء الكم ما هو التراكب؟ أن الجسد يكون في مكانين في الوقت ذاته الجسد نفسه في مكانين في الوقت ذاته تقول لي هل يحصل معهم؟ هل يحصل معهم؟ بخصوص الزمان؟ فيما يتعلق بالزمان؟ شيء عن نحن نفسه نعم نعم يمخرون الماضي والمستقبل كالحاضر بالأحرى يبدو أن الزمان كله شيء حاضر ما في مستقبل وماضي كله حاضر لحظة حضو كان لحظة واحدة تكذيف هنا تعجبوني قصة الطيار المغربي تجدونها على اليوتيوب موثقة بتفاصيلها الجند الجند المغربي انتفق له حادث لآخره خار يتروح وكان سكيرا خميرا خار يتروح من بدنيه ما كان يصلي من خمر وبتحدث عن نفسه في العالم الآخر في العالم البرزخ رأى سيدة قال من هذه؟ قالوا زوجتك ثم رأى ثلاث أطفال بدقة من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء أولادك قال اتفق لي حادث استفقت على الممرضة التي تعنى بي وإذا بها ذات السيدة التي رأيتها قبل سنين هي نفسها لم أتكلم معها لم كذا قال مشت الأمور وتهيئت وتزوجتها قال ثم بعد ذلك جعل الله يرزقني بالأولاد الأولاد الثلاثة الذين رأيتهم هم كما هم بالضبط مش أشباههم هم رأىهم قبل سنين يعني هو دخل الزمان ببساطة تخيل لذلك كثير من العابرين حين يعودون يخبرون انتبهوا فلانسا يموت فلانسا يحدث له كذا كذا وينشاء في العالم الآخر شفت وينتحقق كلامهم بدقة بدقة هنا الآن عودوا إلى المقطع المشهول جدا هذا المقطع نشرته مواقع كثيرة شرق وغرب الطيار العراقي من عياء عبد السلام عارف الله يرحمه ويغفر له المتقاعد فهد السعدون اكتب هيك فهد السعدون وشوف اللقاء كامل معه هو يتحدث مع مذيعة عراقية باختصار هذا الطيار لأنه رفض أن يقوم بمهمة معينة في بلاد الأكراد والمهمة كانت قصف طبعا متمردين لما نزل بطيارته وإذا بهم مدنيون وأطفال ونساء وشيوخ نفس عاديون قال جاء العمر أكد عليه اضرب قلت لن أضرب مباشرة أدخل السجن تعذيب حرمان بهدلة قال حتى بلغ مني اليأس مبلغه فقررت الانتحار فشارب كل ما تحت يديه من حبوب الدواء طبعا أخذ لنعاش كذا دخل العالم الآخر جاءته الأروح الطيبة الملائكة قالت له هل تعلم أن ما قمت به محرم وشديد الحرم عند الله قلت أعلم طب لماذا فعلت هذا قال يأست تعبت جدا من العذاب والحرمان والعزلة والإهانة تعبت تعبت قالوا لا ليس عذرا وكان يمكن أن تهلك أن تدخل النار كما أخبر رسول الله أنت أنهيت حياتك الدنيوية والأخروية ولكن سنعطيك فرصة وقد عفونا عنك هل تدري لما عفونا عنك هذه المرة وأعطيناك الفرصة قال لا قال له أنك رفضت أن تضرب هؤلاء الأبرياء سبحان الله هذه الحسنة شفعت له عند الله أنقذت حياة ربما المئات فأنقذ الله حياتك الأخروية والدنيوية وستعود إلى الدنيا ثم المهم قصة جميلة تسمعها منه هو نفسه عايش ما شاء الله ربما لليوم يعني ربنا يميد العمره شيخ كبير يعني في السن أكيد بعد السبعين قالوا له وأنظر إلى هؤلاء كان ينبغي أن تكون معهم قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء سيأتون لدينا هنا بعد يومين ثلاثة عشر رجلا كيف يأتون؟ قال سيموتون قلت لما أنت مت وكان ينبغي أن تأتي معهم وتبقى هنا معهم لكن لا سنعدك للدنيا لأنك فعلت هذا العمل الصالح قلت لهم من هؤلاء؟ فقربوهم إلي فعرفت منهم ثلاثة بشكل واضح عبد السلام عارف وآخر وثالثا عرفتهم قال يعني يقول قالوا سيموتون بعد يومين ويأتون هنا وسيأتون جعون قالوا لا هؤلاء سيظلون هنا لما عد إلى الحياة هو ما هو الخبر العجيب اللي صارت معاها؟ تقريباً أنا لم أراجح حتى أسمعتها قبل فترة حاول أن يخبر الطبيب الطبيب تركه وذهب فقال لك هذا مبهلوس مسكين صدمة مسكين ذو الحياة له فيها لكن بعد يومين وسائل الأنباء المحلية والعالمية والإقليمية تخبر عن سقوط طائرة فيها عبد السلام عارف وعشر من رفقائه ولم ينج منهم أحد رجع له الطبيب قالوا تعال 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 ما هذا؟ من أخبرك أنت؟ قالوا لم يخبرني أحد أنا كنت في العالم الآخر وأنا أخبرتك أنك كنت في العالم الآخر فالمهم الطبيع أوصى قال له إياك أن تفوها بهذا ستتهم بأنك متعاون ربما وأنه عمري ومدبر مين سيصدقك يا رجل قال له اسكت اسكت على حالك قصة غريبة وعجيبة أخبر عن شيء مستقبلي وشهادته مسجلة بالتلفزيون فهد السعدون والطبيب ذكر اسم الطبيب قصة موثقة ليس نائبة يعني موثقة في أشياء عجيبة أيضا أحد المرضى الذي دخل في العالم الآخر هذا العالم البرزخ وبقي تقريبا أكثر من ثلاثة أسابيع في غيبوبة تامة بعد أن استفاق منها أخبرهم عن زميلين له في المشفى وهما ليس عندهم كان في غرفة أخرى ونقل بعد ذلك تفاصيل كثيرة قالوا من أين لك علمهما؟ قالوا أنا التقيت بهما في العالم البرزخ هل سبق لك بهما معرفة؟ أو سبق الأبدا أبدا لكن أنا أعلم أنهما من بلدة كذا وكذا ذكر بلدة بالضبط وأعلم مكانهما وأعلم كل شيء عنهما وأعلم المرض طبيعة المرض الذي يعني أودى بهما إلى هذا المصير وكذا كذا وذكر اسميهما مذيء البرنامج مذهل هذا محير يعني لهما يعرفانه ولا هو سبق أن عرفهما هو كان في غيبوبة لما استفاقم الغيبوبة يعطي معلومات مفصلة عنهما عن بلدهما مولدهما عن اسميهما عن المرضى الذي يعكده كلها صحيحة ودقيقة الموذية تقريبا لم يكن يصدق فذهب إلى سجلات المستشفى هذا الموضوع حصل لدقريبا عشرين سنة الموضوع أخذ منهم زهاء ثلاثة أشهر وإذا بالمعلومات الصحيحة دقيقة بمئة في المئة كل ما أخبر عنهم وثق ودقيقة من أين؟ وكيف؟ ما الذي يحدث؟ مثل هذه القصص يا أخواني كثيرة جدا الدكتور وليام فان لوميل تكتابه الوعي ما بعد الحياة أدستو عنه اليوم الولندي هذا ذاك القصة قصيرة جميلة لم أفهم أنا من خلال طبعا هذه مشكلة تغولة الإنجليزية لم أفهم من خلال الضمائر هذه الحاكي الراوي ذكرها أنثى لكن أفترض أنه أنثى تقول هذه الأنثى أصابتني حادثة معينة وانتقلت إلى العالم البرزخي ورأيت جدتي باتت قبلي بسنين ثم رأيت غير جدتي رجلا ينظر إليه بمحبة وعطف ويشير إليه لا أعلمه لم أره من قبل ولا أعرف من هو لكن كان مؤبا وعطوفا ولما عدت إليه الحياة بفضل الله عز وجل ونعمته أخبرت أمي بأنها رأيت جدتي ورأيت رجلا يلوح لي وكتب ولم أعرفه قالت لم تعرفي لم تريه من قبل لم أعرفه من قبل لم يسبق لي به أي معرفة لم أعرف هذا الرجل لم أعرفه في حياتي بس هو كان يعرفني وأنا شعرت أنه يعرفني جيدا قالت قالت بعد ذلك بعشر سنين وأمي في فراش الموت في فراش الموت في فراش الموت قالت لي يا بنيتي أريد قبل أن أرتحل أن أقوح إليك بسر يخصك أقوكي البيولوجي ليس اللي رباكي اللي أنت ربيب عنده أبوكي البيولوجي بيولوجي كالفالة يهودي يهودي وحاملت بكي منه في علاقة خارج الزواج لم أكن منزوجين ومات في الحرب العالمية يبدو أنه مات في الهولوكوست ثم أخرجت لي قشعر بدني أخرجت لي صورة هي صورة الرجل الذي رأيته قبل عشر سنين فضل حادثة موثقة ذكرها الدكتور في كتابه الموثقة هذا أدخلها موثقة بعد عشر سنين طبعاً هي استحيل أن تنسى كما قلت لكم دائماً تبقى الذكرى وليس ذكرى حادث يعاش كأنه باستمرار يسترجع طازة فرشك كأنه الآن يعدز قالت هو الشخص الذي رأيته يلوح لي هو أبي لم تره من قبل ولا شافة الفتورة تبعه ولا تعرف عنه أي شيء وأول مرة تسمع عنه عنده أبو بيروجي حقيقي وكان يهودي وذهب في الحرب العالمية شي غريبة وقال لك في الشروح وفي الشنفس وفي الشاخرة لذا قلت لكم هذه ضربة كل من أراد أنه فعلاً يتخفف من الحادي وشكويته لابد أن يتمعن في هذا الملف ملف الموت الوشيك من الخبرات الجميلة أنصحكم أيضاً بقراءتها لن أحدثكم عنها لكن باختصار لن لماذا هي مهمة؟ وعملت تأثيراً كبيراً بالذات في اليو اس اي لأن الرجل هذا جرّح عصابه أهل من العلماء العصاب طبيعي وجرّح عصابه اسمه ابن أليكزاندا أكيد سمعته فيه عنده كتاب لا يقدر كم مليون نسخة بها منه وترجم وكذا وعمل دوشة كبيرة وستحق اسمه دليل الجنة برهان من السماء برهان من الجنة هكذا لأنه لجانب هنا المسعيين كلمة هيفن ليس معنى سماء دائماً مرات بعبروا عن الجنة بالهيفن الجنة يعني سموها هيفن السماء هذا برهان وجود العالم الآخر يعني برهان وجود الجنة لجراح أعصاب سأتركوا التفاصيل لكم في 2012 أذكر نيوزويك عملت ملف عندي هذا الملف ملف من صفحات عدة عنه وعن تجربته برضو كاستر الدنيا ونزل بكتابه الجميل في كتابه وقال قال ابني كان حكيماً أول ما استيخذ هو وكان احتمال استيخاذه من هذا المرض الخبيث الذي أصابه تخيل يعني هو من انجيتس التحاب سحايا جورثومي بكتريال وهذا خطير جداً ألعن من الفيروسي طبعاً التحاب السحايا ممكن تسببه حتى فانغاس فطريال وبتسببه في العموم فيروسات ومرت تسببه أقل من ذلك بكتيريا وهي أخطر الألعن وقل من ينجو منه إذا كان التحاب السحايا بكتيري تخلى من ينجو منه قال فعلاً البكتيريا كانت تأكل دماغي حالة وهو طبعاً في الغيبوبة الدكتوري ألكزندر عاش في العالم الآخر ويحدثكم طبعاً عما رآه وعما خبره وعما قيله وعما قبلها كان ملحداً بالعالم الآخر لا يؤمن لا في عالم آخر ولا في روح قال كنت عندي موقف صلب القضايا عليه هذا كل كلام فارغ كل كلام أديان ومشايخ وقصص وبلان ناس وبلان مغفلون نحن علماء العصابي اللي فاهمين الدنيا كلها لا يوجد كلام هذا بعد أن خبر الحالة هذه مسكين صار عنده إيمان عميق جداً حتى اسم كتابه واسم ديني دليل الجنة برآن الجنة عجيب أثر في ناس كثيرين جداً ودافع لكن ابنه كان ذكياً وحكيماً كما وصفه قال له يا أبتي ها أنت أي يعني قد منى الله عليك وعدت إلى الحياة الدنيا ابدأ بتسجيل تجربته التي حدثتنا لكن دون أن تقرأ حول هذا الموضوع لأي أحد لا أرواحيين ولا أطباء ولا أطباء لا تقرأ أكتب كما عشت فقط وهذا ما فعله وهذه كانت تصيحة فيه منتهد لماذا؟ لكي لا يصبح نوع من التأثر والإسقاط قال له تجربة خامة كما عشتها أنت بعيد عن مسترحات العلماء والدارسين وهو لم يكن سامع هذا مودي ولا بكتابي ولا ليس مهتم طبيب العصاب عالم هو بلموذج مادي قال لكن بعد ذلك بعد أن كتب كتابي قرأت أزياد من ثلاثمائة كتاب في الموضوع وزادني يقينا قراءاتي قال بفضل عن خبرتي الشخصية زادتني يقينا بوجود الروح والعالم الآخر والحياة الأخرى لا يمكن أن تشك في هذا العجيب كما قلت لكم هذا مهم جدا أن القناعة التي تتكون عند الخابر لا يمكن زحزحتها جيب كل علماء العصاب قالوا هذه الشاغلات بسبب كذا قال أدوي قلت الليبيين أدوي يحكي هبل تعرف ليش؟ لأن الخبر التي عاشها هو كما قلت لكم أكثر واقعية من واقعين هذا الأحلام دائما تقرب أكيد أكيد لأن الأحلام خاصة حينها تكون أحلاما ربانية وأحلاما صادقة حلم الصادق لها علاقة بالروح صح؟ أنا أذكر الصحفي صاحب كتاب السحر والإنسان والشيطان هذا الصحفي يحدث عن نفسه قال أنا لأول مرة أخرج لأزور الجزائر وأوضح أن أحبت في تاريخ حياته أول مرة أنا مثلا ما دخلت إلى الجزائر صح؟ لو ذهبت إليها أقول أول مرة الحياة يعني هو نفس الشيء أول مرة يجول الجزائر هذا الكلام قبل حوالي أربعين سنة كتابه هذا أكثر أربعين سنة فقال بعدين أخذوها على مدينة قديمة تحت الأرض متاها؟ وقاله معروف يحظر ممنوعا يدخلها أي أحد وحدها ولو أنه إن دخلها لن يخرج منها ويامها لكم ناس فيها كيف قال لك مستحيل متاهة حقيقية يستحيل أن تخرج منها ولا بد أن تدخل معك هاي ترقل مع الخريط الذي يعرف القصة كلها قال بمجرد أن رأيت المكان ورأيت كذا كذا أعرفه جيدا أرى أن أعرفه جيدا أين رأيته؟ قال لا أعرف رأيته في الأحلام؟ قال لا أعرف قال لك الديجافو والديجافو وتفسير عين من الديجافو يبدو هذا الديجافو حقيقي يبدو الديجافو عنده قصته برضو محمد دارين ما بنعرف قال دخلت أهرع ويصرح علي المرشد السياحي أنه يا فلان يا مجنون أعرفها قال ممرا ممرا غرفة غرفة قال دخلت كله أعرفها كأنني يعني ربيته فيها وخرجت بكل سهولة وعنده في كتابها كتاب لطيف جدا والله عنده فيه قصص مرعبة مخيفة خاصة قصته مع الشيخ متولي وقلت له مع المتروحينين اقرل هذا الكتاب وأحد يدعي لي قصته مع الشيخ متولي هي حصلت له مع الشيخ متولي قصة تقش على البداء وحمل أولياء وهذا سعد اسمعيل وما كان بأم هذه الشغلات ولماذا أعرف كتابه هذا؟ لأنه صار له خضة برضو انخاط الشيء تعتبره خرفاته فيه منه رغم عنك بس أنت جاهل والناس وأعداء ما جاهلوا صحيح كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي ولما يأتيهم تأويل يذهب كذب هناك ناس تكذب أي شيء ما شاهدوه لا يجعلك واسع شوية متواضن فنرجع إذن حتى هذه العلوم العلوم كما قلت مركبة وغريبة وحاولوا تقرأ كتاب الدكتور هي ابن ألكزاندر الذي اسمه Proof of Heaven برهان السماء أو برهان الجنة